السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعي وصفات أسماء كنتمنكم تكونوا في أحسن الأحوال ويلقاكم هدلا فيديو في صحة جيدة اقتراح اليوم 3 وصفات أو لا 3 اقتراحات وأفكار بالحامض كي يجيوا رائعين ساهلين غاديفيدوك أكيد في الحياة اليومية ديالك غندزو مباشرة المقادير مع طريقة التحضير غنحتاج لنا الأول وصفة هي المركز اللي غنحتاج له الحامض والسكر سانيدا لكل كيلو ديال الحامض غنحتاج معاه 700 قرام ديال السكر سانيدا أول مرحلة غنديروها هي القشور ديال الحامض اللي غنحكوهم وغير القشورة للقيقة الفقانية هي اللي غنحكوها ونحطوه جانبا حتى غنكمله الكمية اللي عندنا كما قدت لكم كل كيلو ديال الحامض معاه 700 قرام ديال السكر سانيدا هنا أنا درتجوج كيلو ديال الحامض غنضعف الكمية ديال السكر بالنسبة لهنا القشور ديال الحامض من بعد ما كملت الكمية كله وحكيت غير القشرة الفقانية رقيقة السفرة ما تديروش البيضة حينت كتكون مارة غنخلط معاها الساندة وغادي نحطها جانبا غناخد الحامض ومن الاحسن ان الحامض تاخده يعني اللي غيكون فيه الماء وتكون الجلدة دياله رقيقة غسلته في الاول مزيان مزيان غسلته بالخل وكذلك غسلته بالماء حتى تنقى مزيان مزيان وخليته شوية في الموعد خديته وصفيته من بعد غادي ننطحنو كيف مما تشوفو حيتلي القشرة حينت القشرة غادي نستعملوها ضروري ما تكون نقية وبديت هنا قنطحن في العاصير ديال الحامض من اللي قد طحنو هاد العاصير ديال الحامض احتافظو بهذاك اللب او اللي كيف مما قنقولو هادك الحشف دياله احتافظو به هو العظومة دياله ما تلوحوش خلوه جانبا وانتو ما كتطحنو حتى كتكملو الكيمية كلها بالنسبة لعاصير ديال الحامض غادي نضيف عليه هنايا هادك القشور ديال الحامض اللي خلطناهم مع السكر سانيدا غادي نخلطوهم وغلحطوهم في اي ايناء او لجبانة او لبواطة ونسدو عليه ومرة مرة في مدزنا من حداه كنحركو تقريبا هنا انا درتو مع اليومة وستل غد عد بديت كن نصفيه كيف مما غادي تشوفو يعني باش كيولي مركز وكيتركز وكيولي علش كل سيرو كتلاحظو ان اللون دياله تغير وكذلك حتى القوام دياله كيبقو اللي بحلة تقيل وعاقد شوية ما كيبقاش خفيف كما عصرناه في الاول يعني ضروري هاد المرحلة صفيو باش كيبقو لنا هاد القشور وهد يعني هادوك القشور القاقين اللي مخلطين مع السكر هادوك القشور احتافضو بيهم كذلك غادي نفعوكم في الفكرة التالتة بالنسبة الهنايا من بعد ما اه صفيت الحامض حطيتو في هاد البواطة غنغطيها وغندخلها لالتلاجف المجمد وغادي نخلوها حتى كتجمد وخاك ندخلوها للمجمد راها ماشي كتجمد تماما حينت هاد العصير ديال الحامض مضفناش لنهائي الماء وهاكا وخاك يتحط في المجمد كيبقى على شكل كريمي ممكن تديروه في هاد البواطات كيف ما ممكن تقسموه في بلاستيكات او لاشي كويسات او لاشي بواطات صغر ودخلوه كتبقوك تديروه مع العصائر ديال الفريز او لالبانان او لالتفاح ليكم هنا الاختيار كيكون عندكم اهم حاجة اهم حاجة هي الاساس انه المركز كيل كنقدرون ديروه احتى في الاطار ديال سيترون او للا ميني كاك او للا مثلا في البسبوسة ليكم هنا الاختيار وعندو عدة استعمالات وغندوزو الفكرة التانية او للا الاقتراح التاني بالنسبة للقشور كيف ممشو باللي عصرنا هادك العاصير واستفدنا منه في المركز هاد القشور اكيد ما غديش نضيعوهم غناخد القشور وغادي نطحنهم طحنهم يا اما في الهاشوار او للا في روبو او للا غير قطعوهم مزيان مزيان بهادك القطعة ديال الربيع وغادي نضيف عليهم هاد لب ديال العاصير اللي خلينا اللي فيه العضومة ديال الحامض وغادي نطحنهم مزيان كيف مما غادي تشوفو هنا من اللي كنت نطحنهم مزيان سافي نديرو في بلاستيكات او اللي ادري اجمديه في شي بلاتو وقطعي قطعي قطع صغيرة احتفظي بيه في المجمد كتغسلي بيه الدجاج او اللي الدكرومي من اللي كتجي بيه وكتكون فيها دكسفورية يعني الحامض ضروري كتحتاجيه في الدجاج من اللي كتبغي تغسليه هادي فكرة انك تستغلي الحامض من اللي كتديري بيه العاصير كذلك البنات اللي متبعين الريجيم ديال نقصة الوزن او اللي بغوا يضعافه ويحيده الدهون يعني كيحتاجوا الحامض كي بغوا يديروه مع الماء ومع الخيار ومع باقي الاعشاب اللي كتساعد في الخسارة ديال الوزن وكيكون الحامض هو الاساس ديال هاد الوصفات يعني كتجي بدي غير ميكة من هادو او لنص دياله كتزيديه الماء وكتشربه قبل الماكلة بالنسبة لهذا اللي صفيتو اللي كان فيه يعني السكر هادك القشور ديال الحامض اللي درناهم في الاول مع السكر صفينهم هادو كنحتافض بيهم كذلك في بواطة اللي كننسم بيهم الكيكات واللي طارت والميني بسبوسة البسبوسة والحرشة يعني عوض ندير النكهة ديال الحامض اللي جاهزة كندير هاد القشور ديال الحامض اللي كيساعدو بزاف وكيعطيوه حد الريحة زوينة كيحيدو الزفار ديال البيض من الكيكات ومن البسبوسة يعني ثلاثة الاقتراحات اللي بجوج كيلو ديال الحامض مركز اللي غديدو ملكم مدة طويلة اساس العصائر طحنهم مع اي فاكيها كيف مكانة عوض الحليب كذلك هادا اللي غل نسم به لي كيك والحرشة واللي طارت يعني مهم بزاف لوصفات ديال الحلويات وهذا اللي غادي اما نغسل به تجاج اما نستعمله في الوصفات ديال مثلا مني كان بغي نزيد الحامض في الماء ونشربه اه اه الا كان الواحد فيه واحد تخماء او اللي بغي يضعاف كانت منه هاد الفيديو اينا الاعجاب ديالكم وتجربوهم باذن الله ايلا اعجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بلايك وبارتاج ديال الفيديو مع الاحباب والاصدقاء باش تعمل الفائدة شكرا على الدعم ديالكم وعلى المساندة ديالكم الناس لأول مرة كيزوروا قراءات كنقول لكم مرحبا والف مرحبا الى فيديو قادم والى وصفة قادمة باذن الله